بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تركيا تقاتل على أكثر من جبهة وأعداؤها يريدون أن يجروها إلى معارك جانبية ليصرفوها عن أهدافها الرئيسي تركيا تتحدى وترفض وتزامنا مع قمة لثلاث الشر الذي جمع رأس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان وقبرص أنقرة تمدد عمل سفونها بشرق المتوسط بمعنى أن تركيا مستمرة وعازمة في الاستمرار في عمليات التنقيب في جرفها القارج أعلنت تركيا الأربعاء 21 أكتوبر 2020 تمديد مهام سفونها في البحث عن مصادر الطاقة شرق المتوسط أسبوعا آخر في الوقت الذي اجتمع فيه قادة دول مصر واليونان وقبرص في نيقوسيا لبحث سبل التنسيق بين الدول الثلاث في مواجهة ما اسموه الاستفزازات التركية في شرق المتوسط مواصلة العمل تركيا من جانبها أعلنت في إشعار بحري الأربعاء أن السفينتين أتمنوج كزخان ستواصلان العمل إلى جانب أرتوش رئيس في البحر المتوسط قبال شواطئها الجنوبية وبالقرب من شرقي جزيرة رودس اليونانية حتى 27 أكتوبر الجاري في الوقت الذي كان من المقرر أن تعمل السفن حتى يوم الثلاثاء 22 أكتوبر فقط هذا التمديد لمدة عشرة أيام أخرى يأتي تمديد مهام السفن التركية بعد عشرة أيام من إعلان إبحار السفينة أرتوش رئيس مجددا من أنطاليا جنوبي تركيا للقيام بأعمال استكشافية في منطقة بحرية تبعد 15 كيلو متر فقط من الشواطئ التركية و425 كيلو متر عن البر اليوناني الرئيس يعني لك أن تتخيل حجم الإجرام والظلم والإجحاف الذي يمارسه هؤلاء المستعمرون لمحاولة حصار تركيا تركيا التي ترفض اتفاقياتهم الظالمة وعملية حشرها وسجنها داخل حدودها تخيل أنهم بجزيرة محتلة اللي هي جزيرة ميس التي تبعد 2 كيلو متر فقط يريد أن يحبس تركيا داخل حدودها على بعد كيلو متر فقط من حدودها البحرية بينما أو هذا المكان 425 كيلو متر عن البر اليوناني الرئيس كانت أنقرة قد سحبت أرتوش رئيس من البحر الشهر الماضي وذلك فيما قالت أنه يهدف لصيانة السفينة وكذلك إعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية ولكنها أعادت السفينة هذا الشهر مما أثار استهجان وغضب اليونان وفرنسا وألمانيا اليونان بتضغط على اتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا ولكن في هذا التوقيت أيضا عقدت قمة مشبوهة ثلاثية هذه القمة الثلاثية المشبوهة جمعت المنقلب عبد الفتاح السيسي وزعيم اليونان وقبرص على حد زعمهم للتنديد بالاستفزازات التركية في شرق المتوسط خلال قمة ثلاثية وهذا الكلام عاري تماما عن الصحة فتركيا تمارس حقوقها المشروعة في جرفها القاري وفي مياهها الاقتصادي خبر يقول زي ما انتم شايفين استقبل رئيس الوزراء القبرصي نظيره اليوناني والمنقلب السيسي في قمة ثلاثية بالعاصمة نيقوسيا تركزت مباحثتها على الوضع في شرق المتوسط وندد الزعماء الثلاثة بالاستفزازات الأحدية التركية في المنطقة عبر أنشطاتها للتنقيب عن النفر خلاصة الموضوع أن هذا الثلاثي النكد يقول أنه مستمر في حربه ضد تركيا ومحاولة منع تركيا من ممارسة حقوقها في المنطقة وأنهم سيعملون يد بيد لعرقلة جهود تركيا في التنقيب عن النفط واستخراج حقوقها فهل ستنجح العمليات الإجرامية من هذا الطرف أو من هذا المعسكر الشيطاني فؤاد أكتاي اللي هو نائب رئيس الجمهورية التركي يقول تركيا لن تتنازل عن شبر من أراضيها لأي كان وده يأتي رد واضح جدا على هذه القمة الثلاثية فنائب الرئيس التركي فؤاد أكتاي يقول في تصريح تلفزيوني مثلما تقوم تركيا بالتنقيب في البحر الأسود تقوم به في نطاق جرفال قر في البحر المتوسط ولا تحتاج لإذن أو موافقة من أحد لم تتدخل تركيا في أنشط التنقيب أي دولة ولا نقبل تدخل أي كان في شؤوننا وعن أذريبيجان يقول أذريبيجان محقة في قضيتها وتدافع عن أراضيها فيما أرمينيا دولة احتلال وعليها أن تنسحب من الأراضي التي تحتلها ويقول لن تتردد تركيا بتقديم الدعم العسكري لأذريبيجان في حال طلبت باكو ذلك ليه؟ لأن هناك اتفاقية عسكرية موقعة بين البلدين نركز شوي على تصريحات نائب الرئيس التركي حيث تعكس هذه التصريحات تناغم كامل في القيادة التركية ما بين الرئيس ونائب الرئيس ووزير الدفاع ورئيس الأركان ووزير الخارجية والمتحدثين باسم الرئاسة جميعهم ينطقون بكلام موحد في أن تركيا لم ولن تتنازل وسوف تستمر في الدفاع عن حقوقها يقول نائب الرئيس أن بلاده لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطر من مياهها الإقليمية لأي كان وليس لليونان فقط جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إلى قناة CNN Turk التلفزيونية المحلية وتطرق خلال الحديث عن عدد من القضايا التي تهم تركيا وأضاف لدينا جرفنا القرى الخاص بنا نقوم بالتنقيب داخله مثلما تقوم تركيا بالتنقيب في البحر الأسود تقوم به في جرفها القرى في شرق المتوسط وأوضح ستواصل تركيا أعمال التنقيب وأنشطة البحث السزمي في المتوسط وكذلك جمهورية شمال قبرص التركية وتابع تركيا لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها الإقليمية لأي كان وليس اليونان فقط خصوصا فيما يتعلق بحقوق الأجيال القادمة فهي لن تفرط فيها لأحد مهما كلفها ذلك وأردف نقول بكل وضوح مثلما لم تتدخل تركيا في أنشطة تنقيب أي دولة لا نقبل تدخل أي كان في شؤوننا نحن نقوم بالأعمال المتعلقة بحقوقنا فقط في أراضينا ووطننا الأزرق هنا يقصد البحار التركية وتشهد منطقة شرقي المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحدية من الجانب القبرصي الرومي وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية أثينا بتتجاهل التعامل بإيجابية مع أنقرة وأغلقت أبواب التفاوض بمكر شديد وحاولوا يستخدموا الوقت ولكن تركيا ردت بالدفع مرة تانية زي ما شفنا بسفينة أرتوش رئيس لعمليات التنقيب ومددت لها إمبارح لمدة عشرة أيام جديد أما فيما يتعلق بالقضية الأذرية فأكتاي قال أن أذريبيجان محقة في قضيتها وتدافع عن أراضيها فيما أرمينيا دولة احتلال وعليها أن تنسحب من الأراضي التي تحتلها وقال أذريبيجان أصبحت في وضع أفضل وأثبتت أحقيتها في ساحة المعرك أي الانتصارات الكبرى التي تحاققها واستعادت العديد من المدن وعشرات القرى وأكد أكتاي الشئ الغاية في الأهمية أن تركيا سوف تقف إلى جانب أذريبيجان ولن تتردد بتقديم الدعم العسكري لأذريبيجان في حال طلبت باكو ذلك وحدثت تطورات غير متوقعة من الجانب الأرميني وفقا لاتفاقية التعاون العسكري القائمة بين البلدين لأن تركيا حتى الآن لم تتدخل بجنودها أو بقوتها ولكن يمكن لها أن تتدخل إذا استدعت الضرورة ذلك وهذه التصريحات الصادرة من تركيا تشبه تصريحات مماثلة صادرت قبل تدخلها المباشر في سوريا أو تدخلها في ليبيا في أوقات سابق أي أنها تؤكد على حقوقها في دعم الجانب الأذري في مواجهة الاحتلال الأرميني تركيا فقط باعت لأذريبيجان بعض الطائرات المسيرة وبعض الأسلحة وتجري منورات تدريبية عسكرية ولكن تؤكد أن لها حق التدخل العسكري المباشر حال طلبت أذريبيجان ذلك بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وضعنا حضراتكم عن آخر المستجدات في منطقة شرق المتوسط وكذلك فيما يتعلق بملف أذريبيجان أرمينيا نتمنى من حضراتكم أن توافون بآرائكم واقتراحاتكم وإن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة